نطق السين البلعومية اللي هي طالع من المنخير والشخص بيتشخص على إنه خنف وبيروح لأحد الزملاء ويعمل له عملية اللوز واللحمية لهذا الأمر ولكنه بدون فائدة لأن التشخيص من البداية هي لدغة وليست خنف من الحالات كمان اللي الواحد ما ينسهاش في حاجة اسمها في أمراض الصوت اللي هو الطفرة الناقصة وهو تغير الصوت عند البلوخ بتيجي في الصبيان عند مرحلة البلوخ الصوت أي طفل أي طفل بيجي عند مرحلة البلوخ صوته بيتغير صوته بيتخن بعض الأطفال يرفض هذا صوت التخين ويستمر في الصوت الرفيع فأنا متذكر حالة يعني كان الأب لف بابنه على أطباء كثيرين جدا ولم يتم تشخيص الحالة إلى أن قادته الظروف إلى طبيب أمراض التخاطب وتم تشخيص الحالة وتم علاجها في جلسة واحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر